موسيقى والكلمة الآن لمعالي السيد الوزير مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني للجمهورية اللبنانية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة والمعالي والسيادة والحضور جميعا صاحب المعالي مدير عام منظمة العمل العربية الأخوة في جمهورية العراق الأشقاء برعاية سيادة ودولة رئيس مجلس الوزراء وإن حضوره كان له الدلالة المهمة وأيضا معالي الزميل الأستاذ أحمد الأسدي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته إن مجرد الاجتماع مجرد الحفاظ على أن نلتقي هو أمر مهم للأمة العربية لشعوبنا مجرد الاجتماع فكيف إذا كانت هناك مخرجات مهمة جدا ومفيدة تنعكس على أرض الواقع وتلبي طموحات شعوبنا الذين يتطلعون إلى أي اجتماع على أن يكون مثمرا وعندما نجتمع في العراق أيضا هناك دلالة مهمة جدا لما تشكله أرض العراق من حضارة ضاربة في التاريخ من بداية الحضارات الإنسانية والتجمع الحضري الإنساني أيضا للعراق من دور إقليمي وعربي ولا ننسى أنه يقدم الشهداء الآن دعما لغزة العزة التي تتعرض لحرب الإبادة وعندما نجتمع هنا لسنا منفصلين عن الواقع ولسنا بعيدين عن الأوجاع عندما ينظر مواطن عربي لمسؤولين عرب لوزراء لقادة يجتمعون ولا يتحسسون الوجع يشعر بالانفصال عنهم يشعر بأنهم في ناحية والوجع الآخر في ناحية أخرى اليوم نجتمع هنا وآلة القتل مستمرة الآن في غزة هل أصبح الضحايا أرقام؟ هل أصبحنا نعد الأرقام في غزة؟ ولا ننسى أيضاً الاعتداءات المستمرة على جنوب لبنان تهجر في الجنوب اللبناني أكثر من مائة ألف مواطن من بيوتهم دمرت آلاف الوحدات السكنية ثلاث تلاف منشأة للعمال دمرت في جنوب لبنان صحيح أننا نرد نرد الصاع صاعين وهجرناهم من الشمال الفلسطيني إنها المرة الأولى منذ 75 عاماً يتركون مستوطناتهم هرباً من صواريخ المقاومة في لبنان هذا التوازن وهذا الردع يجعلك محترم في العالم لأنك عندما تكون ضعيفاً أنت إذا تعرضت لشيء لقليل من الشفقة لكنهم في داخلهم لا يحترمون الضعفاء لذلك آلينا على أنفسنا أنه نحن ندافع عن أنفسنا ندافع عن حقنا ندافع عن وجودنا نحن كعرب كلنا على مين اعتدينا؟ هل اعتدينا على أحد؟ هل احتلينا دولة أحد؟ هل مارسنا تهجيراً عرقياً وتطهيراً عرقياً اتجاه أحد؟ أبداً حتى اليهود كانوا آمنين في بلادنا نحن لسنا بمعركة ضد اليهود نحن بمعركة ضد صهيونية مجرمة قاتلة وقحة ليش وقحة؟ كنا نسمع عن الإبادات سابقاً نسمع عنا بعد حصولها لكن للمرة الأولى في التاريخ الإنساني نشاهد إبادات بالبث المباشر تعرف شو يعني بالبث المباشر؟ يعني لا يأبهون لكل ضمائر العالم لا يأبهون لكل الحقوق في العالم لا يأبهون لكل قرارات ما سمي بالشرعية الدولية التي لم تطبق إلا علينا فقط بينما عندما تصل إليهم تسقط كل القرارات الدولية هذا الأمر شو أوصل؟ ما الذي أوصل؟ شو الرسالة اللي أوصلها؟ أوصل رسالة لألنا في لبنان ولألنا في فلسطين إنه إذا نحن لم ندافع عن أنفسنا لن يدافع عننا أحد ولن يسأل عننا أحد ما الذي أوصل طفلاً؟ طفلاً عمره 8 سنين شاهدته بأم العين جائع بشهر رمضان ونحن جالسين على موائدنا جائع ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع هذا الحبيب المصطفى محمد ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع عم نقعد على موائدنا طفل فلسطيني استشهدوا كل أهله راح شايف عم بيوزع شوربة حساء حمل الوعاء ذهب ليأخذ الحساء وضعوا له الحساء قال له الذي يضع الحساء وكان في كاميرا عم بتصور وغير ملتفت الطفل الفلسطيني قال له اذهب إلى هناك يعطونا اللحم ذهب لعنده قال له أتريد اللحم؟ قال له إيه أنا جائع صايم وجائع وأهلي استشهدوا ما عندي حدا قال له بعطيك اللحم لكن بشرط واحد شوفوا الآن ما هو جواب هذا الطفل شوفوا من أين سنصنع النصر والاعتزاز شوفوا ليش نحن ما منسقط شوفوا ليش نحن عصيون على الهزيمة مهما كان القتل ومهما كان الوجع شو بيقول له أعطيك اللحم بشرط أن تقول أنا من دولة إسرائيل رمى له الحساء وقال له لا والله ولا عمري لا أعطيك ذلك أبدا أيها الأحبة أنا لا أتكلم بمسألة حماسة منفصلة عن الواقع لا أنا جاية منذ أن تركت بيتي وأصوات القصف الإسرائيلي والطيران الإسرائيلي لا يغادر سماءنا كنت أقف على شرفة منزلي وأسمع صوت الغارات الإسرائيلية على جنوبنا مقاومون لأنهم أبطال لأن رايتنا التي أنفقت مئات المليارات لإزالتها باتت ترفع الآن في الجامعات الأمريكية وهذا استثناء في التاريخ يؤكد أن الرايات التي تدافع عن الحق والحرية والنضال تصبح أيقونة في كل العالم هذه مهمة جدا أسمع الصواريخ والقصف اليوم المقاومون عندنا يقصفون مواقعهم العسكرية المحتلة لكنهم لأنهم جبناء يردون على المدنيين ضربوا آلاف الوحدات السكنية في لبنان الناس مش عم تعرف لا تعلمون كم دمر في لبنان لكن هذه المرة نرد لهم ونصنع توازن الرعب ومنذ سبعة أشهر نصرنا غزة ليس بالكلام فقط على أهمية الكلام نصرنا غزة بالدماء وبالأرواح وبالشهداء وببيوتنا المدمرة لا نريد شيئاً تعرفوا ليش؟ لأننا نحترم إنسانيتنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب غزة فضحت العالم أسقطت حقوق الإنسان كله التي تبجحوا بها علينا ونظروا بها علينا لسنوات بيتكلمون عن حقوق المرأة؟ وشو عم تعملوا بالنساء اللي عم تزبح بغزة بالألاف؟ بيتكلموا عن حقوق الطفل؟ شو عم بينعمل بالأطفال الذين يزبحون بالألاف؟ وما يتم كشفه هذه الأيام بجانب المستشفيات من مقابر جماعية وما في صوت بالعالم الأمر عادي الأمر يمر مرور الكرام لا أيها الأحبة بدنا نبرئ زمتنا اتجاه إنساننا اتجاه أنفسنا اتجاه كرامتنا اتجاه ضمائرنا لا يمكن أن نسكت الطفل فينا قد العالم كله والمرأة فينا قد الدنيا كله نحن لسنا أرقام نحن لسنا أرقام يتم عد ضحايانا نحن كل واحد فينا إله كرامته وكل واحد فينا إله عزته هذا الآن اللي بدنا نقوله لذلك أنا أقول لكم اجتماعنا اليوم اجتماعنا اليوم مرصود من شعوبنا ومهم من شعوبنا ونريد أن نؤكد أن اجتماع أمتنا لا ينقصنا شيء أيها الأحبة لا تنقصنا الموارد البشرية ولا المادية بس ينقصنا حسن الاستفادة منها لازم نحن كأمة عربية يكون لنا الهيبة والاقتدار يكون إلنا الكرامة يكون إلنا العزة ويكون إلنا التعاون على مستوى العمال وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى التجارة وأختم بهذه القصة قصة معبرة تدل على إرادة الحياة وتدل على النصر الدائم أحد الشباب تعرض للاعتداء الإسرائيلي قطعت يداه قطعت رجلاه يسمع قليلاً عند عين أصبحت عمياء وعين أخرى يرى بها الشيء القليل جاء إليه أحد المثبطين للعزائم قال له شو نفع وجودك ولم يبقى فيك شيء عينيك راحه وإيديك راحه وإجريك راحه شو نفع وجودك ولم يبقى فيك شيء شوفوا جوابه وإرادة الحياة قال يكفي أنه ما زال لدي لسان يذكر اسم الله يشكر نعمة الله ويؤكد على الحرية والعدالة المجد لأمتنا وللشهداء والنصر القادم وفقكم الله والسلام عليكم شكرا للمشاهدة